السلام عليكم ورحمة الله الأمطار الأخيرة رغم أنها أحدثت فيضانات في بعض الولايات كانت لها خسائر مادية وحتى بشرية إلا أن هذه الأمطار كان لها نفع كبير بحيث امتلأ عدد من سدود الجزائر امتلاء كلي منها سجرف التربة في ولاية بشار وصل إلى امتلاء كلي بتخزين 247 مليون متر مكعب هذا السد كان قد جف جفاف كلي منذ حوالي سنتين عاد إلى الامتلاء الكلي والحمد لله أما السد الثاني وهو سد سكلافا في ولاية الأغواط الواقع على واد مزي وصل أيضا إلى امتلاء كلي بتخزين يفوق 50 مليون متر مكعب من المياه والحمد لله الأمطار مستمرة أما السد الثالث وهو سد بريزينا في ولاية البيض وصل أيضا إلى امتلاء كلي بتخزين يفوق 100 مليون متر مكعب الحمد لله الأمطار كان لها نفع كبير رغم الخسائر التي أحدثتها وهذا المشهد من سد بريزينا يعني فتح البوابة لتنظيفه بعد امتلاءه ونزع على الأقل جزء من الأوحال وهذا المشهد لفيضان الواد الرئيسي لسد بريزينا منطقة بريزينا هي منطقة سياحية جميلة جدا أما السد الآخر وهو سد بخدة في ولاية التيارت بعد جفاف كل في هذا الصيف وكانت هناك أزمة مياه في ولاية التيارت وكان سببها جفاف السد طبعا هذا السد عاد إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه بعد الأمطار الأخيرة قد يتجاوز النصف خلال الساعات المقبلة أما باقي السدود في المناطق الغربية والوسطى فشهدت ارتفاع ولكن ارتفاع ضعيف مثلا سدود تيليمسان سدود ماسكر وغيرها كذلك في ولاية سمسيلت كان ارتفاع ضعيف في بعض المناطق لا يكاد يذكر هناك أمطار خلال الساعات المقبلة طبعا ستكون قوية على الوسط تتجه شرقا لذا يرجى الحذر من قطع الأودية سواء بسياراتكم أو على أرجلكم أو غيرها لأن الأمطار ستكون مفاجئة مع فيضان مفاجئ للأودية فلا تغامر بأنفسكم وسياراتكم والسلام عليكم ورحمة الله